السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم ودعوني أستجب لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا منضل له ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة أرجو بها النجاة من النار وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله صفيه وخليله خيرته من خلقه بعثه الله على حين فترة من الرسل وانطماس من السبل وانقطاع من الهدايات فأخرج الله تعالى به الناس من الظلمات إلى النور بصرهم به من العمى هداهم به من الغي والضلال حتى كانوا على أكمل ما يكونون كما قال رب العالمين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقد قال الله تعالى فيما أثمره من دعوة وما أنتجه من عمل في هداية الخلق كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله تلك الأمة تلك الأمة إنما هي نتاج عمله ودعوته وجهاده وصبره ورباطه وقيامه بما أمره الله تعالى به من البلاغ المبين فصلى الله عليه اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات هذه الحلقة سنتحدث فيها عن أثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في إجابة الدعوات الله تعالى صلى على رسوله صلى الله عليه وسلم وأخبرنا في محكم كتابه بذلك فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي ثم توجه الخطاب لأهل الإيمان يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما شرف عظيم ومنزلة عليا أن الله تعالى صلى على رسوله صلوات الله وسلامه عليه وجعل الملائكة وهم صفوة خلقه وهم الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون أمرهم بأن يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فصلوا عليه صلى الله عليه وسلم ثم جاء الأمر لأهل الإيمان الذين إنما وفقوا إلى الإيمان وأنارى الإيمان قلوبهم وأضاءت طرقهم واستقامت أعمالهم بهداياته ودلالاته صلى الله وسلم عليه قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم شأنها عظيم ومنزلته كبرى قبل أن نتكلم عن أثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء نقف عند معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما معنى قولك اللهم صلي على محمد أو قولك صلى الله عليه وسلم أو قولك عليه الصلاة والسلام ما المعنى عندما تدعو الله تعالى فتقول اللهم صلي على محمد عندما تدعو بأن يصلي الله تعالى على نبيه فأنت تسأل الله عز وجل أن يسوق إلى نبيه خيرا كثيرا وأن يمن عليه بعظيم الإحسان وجزيل العطاء وواسع الهبات ليس فقط في الدنيا بل في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة هذا معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن الصلاة عليه هي سؤال الله له الخير الكثير الواسع هذا أوسع المعاني في معنى الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم قيل في معنى الصلاة عليه أقوال عدة هذا أقربها وأوسعها وأجودها فيما يظهر والله تعالى أعلم فمما قيل في معنى الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم أنه من قال اللهم صلي على محمد فإنه يسأل الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم الرحمة وقيل إنه الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم عند الملائكة و صلاة الملائكة عليه دعاؤهم له و أقرب الأقوال هو ما تقدم من أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي سؤال الله جل في علاه أن يمن على نبيه صلى الله عليه وسلم بالخير الكثير و قد من الله عليه بذلك فقال إنا أعطيناك الكوثر فسؤال المؤمن الله عز وجل ذلك هو طلب المزيد من ذلك الخير و طلب امتداده ثم إنه باب من أبواب الخير ينتفع منه المصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يؤدي بعض حقه ثم إنه يفتح له أبواب العطاء فإنه من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة صلى الله به عليه عشرة و الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم مما يحصل به كفاية الهم و مغفرة الذنب كما في حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه حيث قال لما قال أجعل لك صلاتي كلها قال صلى الله عليه وسلم إذن تكفى همك و يغفر ذنبك و قد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيان فضل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم أنه ينال به الإنسان ما يؤمل من العطاء ما يؤمل من السؤال فجاء في المسند والسنن من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال كنت أصلي والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر و عمر معه أي حاضرون في مكان قريب من صلاته رضي الله تعالى عنه يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فلما جلست بدأت بالثناء على الله ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعوت لنفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم سل تعطه سل تعطه أي سل الله بعد هذا الترتيب في دعائك من الثناء على الله ابتداء ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم بعد ذلك ما تحب و ما تختار من المسائل فإنك ستعطاه سل تعطه إذا كانت هذه حالك في دعائك و هذا ليس لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه بل هو له و لكل من دع الله عز وجل فكل من دع الله فإنه إذا رعى هذا الترتيب و حرص على هذا الأدب بأن لا يترك في دعائه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه سينال ما يؤمل و قد جاء في حديثه فضالة ابن عبيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يصلي فدعا و لم يحمد الله و لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عجل هذا ثم قال إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله و الثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو بعد بما شاء أي بعد الحمد والثناء و الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليتخير من الدعاء ما شاء هنا وقفة نحتاج إلى أن نتفهم السبب الذي جعل الصلاة بهذه المنزلة لماذا كانت الصلاة عليه مما يكفى به الإنسان ما أهمه و به يغفر ذنبه و به يبلغ أن يعطى ما سأل سلتعطى سلتعطى كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لماذا لأنه إفاء للنبي صلى الله عليه وسلم حقه وهنا أمر آخر وهو أنه توسل إلى الله عز وجل بذكر من يحبه الله فالنبي صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق منزلة عند الله عز وجل فقد اصطفاه الله جل في علاه وبلغه منزلة عالية سامية فحقه أن يحمد وأن يحب فإذا توسلت إلى الله بالدعاء لمن يحبه الله كنت بذلك قد بلغت منزلة تعطى فيها ما تؤمل و تدرك فيها ما تسأل دون حد ولا تقدير و لهذا فيما يشاهد الإنسان من حال الناس إذا جئت لتسأل شخصا فذكرت عنده من يحب و أثنيت على من يحب كان هذا من دواعي إجابتك و من أسباب عطائك فلهذا كان ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء و كان الدعاء بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في ثنايا دعائك أو الاقتصار على الصلاة عليه موجب لهذا الفضل و بهب من الأبواب التي تدرك بها هذا الخير العظيم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم تكفى همك و يغفر ذنبك و تنال ما تنال من الخيرات و العطايا ما معنى الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم أنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بما يوجب العطاء الجزيل و الخير الكثير له صلى الله عليه وسلم أين يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الأصل في الأدب أن يبدأ بحمد الله و الثناء عليه لأن الله أعظم حقا و أولى بالتقديم من كل أحد ثم بعد ذلك يأتي بأعظم الخلق حقا و هو حقه صلى الله عليه وسلم فيصلى عليه هذا هو الأصل في الترتيب لكن لو تقدم أو تأخر فالأمر في ذلك قريب يسير ما هي الصيغة التي يصلي بها على النبي صلى الله عليه وسلم كل صيغة فيها سؤال الله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تؤدي الغرض و تحقق المطلوب لكن أفضل ذلك و أكمله و أجمعه ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه حيث قال عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك فقال قولوا اللهم صلي على محمد و على آل محمد كما صليت على إبراهيم و على آل إبراهيم إنك حميد مجيد و بارك على محمد و على آل محمد كما بركت على إبراهيم و على آل إبراهيم إنك حميد مجيد هذه الصيغة هي أعلى الصيغ و أوفاها في الصلاة عليه صلى الله عليه و على آله وسلم إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة من برنامجكم ودعوني أستجب لكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته